بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللي حصل للسلطان عبد الحميد بيحاولوا يعملوا النهاردة مع أردغان وقارن بندي وبندي هتلاقي الأمور متشابهة إلى حد كبير فركز معايا الكل يتآمر علي في البداية عايزة ادي لك انطباع ان قبل السلطان عبد الحميد الدنيا كانت خربانة والطبور الخامس كان متغلغل في الدولة العثمانية بشكل كبير جدا وانا قلت لك ان هو كان متغلغل حتى من ايام السلطان سليمان القانوني يعني قبلها بمئات السنين لكن السلطان القانوني كان عنده قوة وكان بيطهر اول بول لكن السلطان عبد الحميد ما كانش عنده هذه القوة طيب التغلغل ده حصل ايه حصل تغريب في الدولة العثمانية والتغريب ده مش زي ما انت متصور ان السلطان عايز يسيب الاسلام ويروح للغرب ده اللي حصل عمليا لكن هما الغرب جروخ إلى هذا الامر بان هما خدعوه هما فهموه بشكل او باخر ان العلوم الغربية ليتها تفيد الدولة العثمانية وكده وبالتالي هو سمح بان هما ينشئوا المدارس وفي المدارسة والشباب خربوا عقول الشباب وبعد ذلك بقى اللي يدبعهم يدعموه وطبعا لما بيدعموه بقى وياخد فلوس وكده ولاء ولهم بيزيد وكده وبعد كده نشأوا شبكة رهيبة جدا من الطبور الخامس لا خد بالك تغير يهود الدنما اللي هما بتاع محمد عزيزة فندي اللي هما تم انشأهم من عهد مصطفى محمد الرابع اعتقد يعني 1600 وشوية مثلا 1650 ولا كده فالخلاصة عشان مش عايزة ضيع الحلقة في ان انا اتكلم هنا وهناك الدنيا كانت خربانة دي الخلاصة فالسلطان عبد الحميد يعمل ازاي راح عمل جهاز مخابرات وده اول مرة الدولة العثمانية تعمل جهاز مخابرات من فترة طويلة جدا وبعدين اجهزة المخابرات حتى السابقة سواء كانت في الدولة العثمانية او العباسية او الاموية كان تركيز اجهزة المخابرات دي على مراقبة التحركات العسكرية وما كانوش منتبهين على المجتمع المدني من الداخل يعني الى حد كبير كانوا غفلانين على هذه النقطة على فكرة مخابرات الدول الحديثة النهاردة بتعمل ازاي بتعمل جهاز الامن الداخلي وجهاز الامن الخارجي والاثنين بيتبعوا جهاز المخابرات بس واحد فيهم بيبقى مهماته خارجية والتاني فيهم بيبقى مهماته داخلية انه بيتتبع الجواسيس في الداخل حركة المجتمع التجمعات الناس الطواف اللي ممكن تعمل تكتل على الدولة يعني شغالين شغل طبعا اوسع من كده بكتير فارجع للسلطان عبد الحميد واقولك ان السلطان عبد الحميد لما لقى الدنيا خربانة كده وشعر ان اللي حواليه ما بيسمعوش كلامه ومش مدينه اهتمام يعني باختصار عايزين يقول له ان احنا حطينا اكتر طور لكن هو لم يقبل هذا الوضع راح عمل جهاز مخابرات خاص به هو لما عمل جهاز المخابرات ايه اللي حصل هم التانين ما سكتوش ما هو واحد والتانين عشرات الافاعي انا حبيت اتتبع الجماعة اللي هم شكلوا اهمية في الطبور الخامس قلت لعلهم عشرة ولا خمستاشر ولا كلا لا يا ابو الشباب دول بالعشرات ويمكن بالمئات كمان لما اتوسع في البحث يمكن لهم بالمئات كمان الخلاصة لما السلطان رحمة الله عليه عمل جهاز المخابرات الداخلي وبدأ ان هو يتتبع بقى عورات المجرمين دول من الداخل ايه اللي حصل بدأوا ان هم يشوشوا عليه وشوهوه وشيطنوه عند الناس ازاي فطلعوا اشعاعات قوية جدا وكان هم مسيطرين على الصحف ومسيطرين على كل وسائل التواصل مع الناس ما كانش وسائل التواصل زي الوقت طبعا لكن كان فيه وسائل تانية بطرق مختلفة ومش عاز اخروا من الموضوع القلاصة شنعوا على السلطان عند الناس ان هو عمل جهاز مخابرات عشان يتتبع الرعية وعشان هو طمعا في الحكم وعشان هو استبدادي وعشان هو ظالم وعشان 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 على فكرة السلطان في مذكراته الله يرحمه ويقول ايه؟ بيقول نعم انا انشأت جهاز الجورنالجية اللي هو المخابرات يعني بيقول انا انشأت هذا الجهاز نعم ولكن لم انشئ هذا الجهاز لتتبع الرعية وتتبع المواطن المسكين انا انشأت هذا الجهاز لما لقيت الصدور العظام في الدولة العثمانية الصدور العظام يعني رؤساء الوزراء المتعاقبين قال لما لقيتهم ان هما بيأخذوا في نعمة الدولة العثمانية وتغرقهم ومع ذلك بيخونوا الدولة العثمانية وبيخربوها لصالح الغرب والصالح دول اوروبية مقابل ان هما بيخذوا منهم مال تاني ولذلك انا عملت الجهاز لعشان يتتبع النس دي وعشان اعرف هما بيعملوا ايه وعشان اوقفهم عند حدهم واعزل الفاسد واولي الصالح يعني انا طبعا شرحتها لك بشكل اوسع هو كلامه كان مختصر عن كده شوية لكن ده الفحوة يعني انا نقلت لك بتصرف عشان التوضيح السلطان عبد الحميد رحمه الله اطاح ببعض رؤوس الافاعي لكن اهم افعى فيهم كان واحد اسمه متحة باشا ومتحة باشا ده والشباب هو اللي قتل السلطان عبد العزيز فالخلاصة السلطان عبد الحميد فتح التحقيق من جديد وبعد كده نتائج التحقيق اثبتت ان متحة باشا هو اللي قتل مين هو اللي قتل السلطان عبد العزيز الاول عزلوه وبعد كده ايه قتلوه فالخلاصة حكم عليه بالاعدام طبعا المحكمة والمحكمة حكمت على متحة باشا بالاعدام وبالفعل دخل السجنة عشان ايه تمهيدا لتنفيذ حكم الاعدام عليه فايه اللي حصل سفراء الدول الغربية ضغط وضغط شديد جدا على الدولة العثمانية عشان خاطر ايه عشان خاطر ان هو يفرج عن متحة باشا او على الاقل عشان خاطر يقفف الحكم عليه عايزك تقارن الضغط اللي حصل على السلطان عبد الحميد اللي انا بحكي لك عليه ده مع الضغط اللي حصل على اردغان عشان يفرج عن عثمان كفالة لكن للأسف اللي حصل السلطان عبد الحميد وقع في الفخ وخفف الحكم عن متحة باشا وبعد كده قبل ان هو ينفى الى الطائف احكي لك بقية القصة الوقتي لكن اردغان الحمد الله لم يقع في الفخ لم يخفف عن عثمان كفالة وحطه في الحبس وهيطلع كل المعلومات اللي عنده بالقوة بس خد بالك ده مش معناه ان اردوغان اذكى من السلطان عبد الحميد اللي اتنين فاهمين اللعبة واللي اتنين فاهمين الغرب واللي اتنين فاهمين الافاعي لكن الفرق الوحيد ايه الفرق الوحيد ان اردوغان متمكن وضبط نفسه وعنده الرجال بتوعه وافشل الانقلاب العسكري وتمكن من الناحية العسكرية وطهر الاجهزة الامنية وطهر الاجهزة القضائية وضبط الدولة وبيضرب رؤوس الافاعي بلا رحمة وبيقصها شديدة جدا لكن السلطان عبد الحميد ما كانتش عنده القوة الكافية ان هو يعمل الموضوع ده ان اردوغان عمل شركة امنية اسمها سادات والشركة دي في ظاهرها ان هي شركة امنية لكن في الباطن هي قوات بتستعد لافشال الانقلاب العسكري اللي كان اردوغان عارف ان الانقلاب ده جاي يعني جاي فكان بيستعد له وعشان كده الاتراك استطاعوا ان هما يفشلوا الانقلاب العسكري ارجع لي السلطان عبد الحميد رحمة الله عليه مشكلته ان هو تقريبا كان الوحدي وبعد كده مش عارف يكون قوات زي مثلا محمود التاني لانه كل او اغلب من حاولوا ان هما يعني شغالين مع الانجليز ومع الالمان ومع الفرنسيين يعني خونا باختصار فهو بقى يحاول ينزل الى الشعب من تحت عشان يستقطب ناس عشان مش عارف ايه لكن صعب صعب لانه هو جاء في حالة كانت الدولة فيها يعني مخترقة الى اقصى درجة تتخيلها طبعا الطبور الخامس اللي هو حوالين السلطان وتحتيه وكده بيبعد تقارير عن السلطان دايما للمخابرات الغربية فطبعا المخابرات الغربية استشعرت الخطر من هذا الرجل اللي هما كانوا مستضعفين اصلا وكانوا فهمين ان هما يحطوا عروس مصرح وقيال مآتة مش اكتر من كده لان في الوقت ده اللي كان بيدير الدولة في الحقيقة هو الطبور الخامس سواء الاتحاد والترقي فاكرين لو سمعتوا عن جمعية مصر تركيا الفتاة والفرقة اللي هما كانوا حطينها دي ودول كلهم كانوا من يهود الدونما واللي ما كانش منهم من يهود الدونما كان متأثر بالفكر التغريبي ومنبهر في حياة الغرب والغرب بيغرقوا في الاموال فعشان كده هو ولاء لهم وكذا وكانت القصة الحزينة دي تشغالة ولذلك كانت اخبار الدولة العثمانية كلها على مكتب المخابرات العالمية وبعد ذلك ده خلاهم يعرفوا خطورة السلطان عبد الحميد وهم بيجهزوا ونوين يخشوا على الحرب العالمية الاولى في الوقت دوت لياكت 1914 على ما اعتقد وطبعا لو هما عملوا الحرب العالمية الاولى والسلطان عبد الحميد في السلطانة ممكن الحسابات تتغير وممكن دولة فيهم تحاول تكسب ولاءه لان هما عارفين ان هو له اتجاه معاد للاخرين ممكن حد يفكر يتحالف معاه وخايفين الروس من وراء كمان يعني عندهم حسابات من كل الاتجاهات فطبعا ما كانوش مستعدين ان هما يعملوا الحرب العالمية الاولى وهو السلطان عبد الحميد ايه مازالوا ايه سلطان ايه اللي حصل شيطانوه باختصار عارفين اللي حصل للدكتور مرسي رحمة الله عليه الرئيس الشرعي الوحيد لمصر هذا الرجل عملوا عليه عملوه عملية شيطانة بقوا يقولوا عليه كلام هو ما عملوش ويتهموه اتهمات ما حصلتش واللي بيتهمه عارف انه بيتهم واحد بريء ونفس النسخة عملوها بالضبط مع السلطان عبد الحميد بس اللي حصل ايه المصريين ما كانوش مسدقين حاجة على الدكتور مرسي لكن ما يقدروش انهم ينصروه الاتراك بقى في الوقت ده كانوا يقدروا ينصروا السلطان عبد الحميد لان كانت الاسلحة مش قد كده يعني مش حديثة زي الاسلحة بتاع النهاردة والناس برضو في بيوتها اسلحة وكده يعني كان الموضوع ايه كان الموضوع ممكن لو الشعب تعاطف مع السلطان كان ممكن يفعل شيء لكن هما عن طريق الاعلام بتاعهم وعن طريق يعني اعماء البصيرة ايه اللي حصل خلوا الشعب يعني يكره السلطان بشكل ريب جدا والسلطان يحذرهم ويقول لهم هيحصل كذا ومش عارف ايه بتاع وكذا لكن هما خلاص هما اللي في دماغهم ان السلطان بيقول الكلام ده لانه مش عايز يسيب ايه السلطانة ومش عايز يسيب المنصب بتاعه هكذا يفكرون فضلوا على هذا الحال يمو الشباب لحد ما عزلوا السلطان عبد الحميد وبعد ذلك تنف اللي ينبقى وترجع ويرجع الشعب بقى يندم ويقول لك السلطان كان معاه حق وحذرنا واحنا ما سمعناش الكلام لكن الندم دايب الشباب في وقت ما ينفعش فيه الندم دي واحدة من قصص السلطان خلوني اكتفي بهذا القدر والسلام عليكم